السلام عليكم مؤدي شخصية كريتوس في كاود أوف وور يرد على تعليق رئيس شركة أمازون كريستوفر جدجا الذي قام بتأدية دور وصوت شخصية كريتوس في لعبة كاود أوف وور وكاود أوف ووراكن روك يرد على تعليق رئيس أمازون حول عدم الحاجة لوجود ممثلين في صناعة ألعاب الفيديو بعد ظهور الذكاء الصناعي كريستوف هارتيمان علق في وقت سابق على أن تقنيات الذكاء الصناعي سوف تغني المطورين عن الحاجة لجلب ممثلين بتكلفات عالية من أجل تنفيذ مشاهد في لعابهم حيث يمكن تنفيذ مثل هذه المشاهد بنفس الحبكة بتكلفة أكل من خلال تقنيات الذكاء الصناعي التي أصبحت متاحة الآن جادج من خلال حسابه الخاص على منصة إكس وعندما كان يشاهد مقطع من خلفك وليس تسجيل مشهد أشلي جونسون الشهير في لعبة The Last Office About 2 لا نريد حرق المشهد حيث نفذته بكل أحسيسها الأمر الذي انعكس بشكل شبه كامل على المشهد ذاته داخل اللعبة بينما علق جدي بأسلوب ساخر قائلا الحمد لله أنه لا يوجد أي تمثيل في ألعاب الفيديو رائع للغاية قاصدا هارتمان بالطبع كريستوفر جادج من خلال دوره في سلسلة كود أفو والمعاد إصدارها 2018 حصل على إشادة كبيرة من قبل النقاد واللاعبين على حد سواء وحصل على جائزة أفضل أداء في كايمي وودز 2022 عن دوره في السلسلة بالإضافة إلى ذلك حصل جادج على جائزة الأداء في دور ليدرول في حفل توزيع جوائز بافت في مارس 2023 حيث دعى خلال ذلك إلى إنهاء حروب الأجهزة المنسلية علمنا في السابق من خلال إعلان وظائف لفريق سانتي مونيك أنه يعمل على عنوان آي بي جديد لكن يبدو أن الجزء القادم من كود أفو وأيضا تحت التطوير بجانب العنوان الجديد الغامض حيث تم إعلان وظيفي تابع للفريق يطلب من خلاله مطور نظام قتال بخبرة عالية ويمكنك الاطلاع على تفاصيل أكثر هنا هل تعتقد أن الاعتماد على الذكاء الصناعي لبناء المشاهد السينمائية في ألعاب الفيديو سيكون بديل كافي عن الممثلين الحقيقيين؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر